السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع ابراهيم عيسى عند الحديث عن حكومة سيد شريف اسماعيل تلك الحكومة المأسوفة على شبابها وعن ادائها العاجز المغجل الذي لا يليق بمصر ابدا ولا بالشعب المصري ولا يليق حتى من مستوى التحديات ولا يليق بطبيعة الحل ومن المؤكد بما يعني ببلد شافت صورتين زي يناير ويونيو اداء الحكومة لما بتكلم عنه ثم ترى حماسا في الدفاع عن الفشل وترى اسرارا جهولا على الاعتزاز بالشلل اللي عملها دي الحكومة لا يحضرك في هذا على الاطلاق وصفا او توصيفا الا المشهد العظيم للاستاذ الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس في فيلم اعترافات زوج لما هو في الاخر الجنن او عمل فيها مجنون وبعدين راح اقتحم فيلا حماه وبدى وانه حماهة عمر المنيب هيقتلها والمهم انه باسك السكينة ولا اه 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 مش عارف اقول ايه حماتي والمشهد ده بيقول فيه فؤاد المهندس جملة عظيمة جدا والانت عارف ليه او عارفة ليه بيقول لشويكار او بيقول انت عارفة ليه ما قلتش لها انه جزها بيخدعها يوسف وابي عقابا لها وما قلتلوش انه لا لا وما قتلتش اه اه حماتي عقابا لحماها يعني ما قالش الحماته انه حماها بصباصه بيخنها عقابا لحماته تفضل مخدوعة طول الوقت في زجها وما قتلش حماته وعمل مجنون كده عقابا لحماها عشان تفضل في ارابيزه في شلة وعني اه على قلبه حتى النهاية الرجل اللي بصباص ده فيبدو والامر كذلك ان احنا قصاد مشهد بتعاملنا يا سيني شبعوا بيها يعني المسئولين اشبعوا بالمسئولين الفشلة ملكوش غير بعض المنهج ده ما ينفعش غير الاتنين دولة اهم حبايب فخلوا الفشلة موجودين عقابا يعني للاجهزة دي وما تمشوش الفشلة طولة عقابا للاجهزة نفسها انا هتكلم عن مهزلة الامح مرة اخرى ليه لانه المهزلة تتصاعد واكتر شيء يعني يشعر المرء بانه ثمة خطأا وخطيئة و جريمة تتصاعد طول الوقت انه لما يتم مش بس الترمخى على تقليل اشتركوا في القناة